هنأ مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية وجموع المسلمين في العالم بالعام الهجري الجديد وأكد المفتي أن دروس الهجرة النبوية المشرفة لا تنتهي فهي ملهمة لنا على مر الأزمان والعصور ومنها ضرورة الأخذ بالأسباب والسعي الدؤوب والصبر والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة وهو أشد ما تحتاج إليه دولتنا في وقتنا الحالي ودعا فضيلة المفتي المسلمين جميعا شرقا وغربا إلى ضرورة التعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مر فيها من أحداث وعبر مجيرا إلى أن وحدة الصف والتآخي بين الناس وتحقيق المواطنة الكاملة كانت أول لبنة في بناء دولة الإسلام الأولى